موسيقى تعاونت شركتين يوفيجين اير الإسرائيلية وملريم روبوتكس الإسطونية مؤخرا في إنتاج مركبات قتالية روبوتية عيث سيتم تطوير مركبتين روبوتيتين تابعتين لشركة ملريم روبوتكس ويتم تركيب قاذفات متعددة لإطلاق ذخيرة ذكية تسمى بيلويترين ميونيشن عليها ويعد هذا التعاون الذي تتخذه الشركتين خطوة جديدة في نشر أنظمة قتالية غير مأهولة يتم تشغيلها عن بعد وقد تم تصميم المفهوم التشغيلي الجديد الذي قدمته الشركتين لتقديم ميزات جديدة للقوات في الخطوط الأمامية وهذه الميزات تتضمن إعطاء القوات القدرة المستقلة على تحديد وتتبع الأهداف المدرعة بدقة من مسافات بعيدة بغض النظر عن ظروف المعركة الصعبة وذلك كعدم القدرة على استخدام جي بي أس أو البيئة التي يتم فيها التشويش على الاتصالات دون الحاجة لدعم منصات القيادة وتحكم كما أن هذا النظام الجديد يوفر القوات الصغيرة المسلحة تسليحا خفيفا قدرة التجاسس والاستطلاع وتتبع جنبا إلى جنب مع قوة نارية بعيدة المدى وعالية الدقة التي كان من الممكن تحقيقها في السابق فقط من خلال التعاون المعقد بين العديد من الوحدات والأنظمة وكانت شركة ميلرام قد أعلنت منذ عدة أشهر دمج محطة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد كوكريل بروتكتد من جيل الثاني CPWS2 في المركبة الروبوتية القتالية جديدة التي طورتها من طراز Type XRCV بالتعاون مع الشركة الإسرائيلية U-Vision ويتمخض هذا التعاون بتثبيت القادفة المتعددة سبطنات مالتيكانستر لانتشر التي يستخدمها نظام الـM الذي تصنع شركة U-Vision على عربات Type XRCV ويمكن تجهيز القادفة بنظامين من الذخيرة الذكية التي تصنع شركة U-Vision الإسرائيلية وهما نظام الـHero 120 والذي يمتلك رأساً حربياً مضاداً للدبابات ونظام الـHero 400 EC الذي يمكنه تدمير الأهداف المحاصنة كما سيتم تجهيز الـType X بهوائي اتصالات بمدى 40 كيلومتر يثبت على سرية مما يحصل تحكم المشاغل في النظام أما المركبة الثانية فهي مركبة Thymes والتي تصنع شركة ميلرم لتستخدمها القوات الخاصة وبإمكانها حمل ستة أنظمة أسلحة من أنظمة شركة U-Vision كما أنها ستعمل على تزويد القوات بقوة نارية بعيدة المتع وقد أكملت مركبة Thymes حوالي السنة من العمل مع مستخدمين دوليين كما عملت مع العديد من الدول في حلف الناتو مما في ذلك الناروج وبريطانيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة تعد مركبة Thymes من أشهر منتجات شركة ميلرم الأستونية وهي مركبة غير مأهولة مسلحة مصممة للتطبيقات العسكرية وتهدف لتوفير دعم للقوات الراجلة من خلال العمل كمركبة نقل ومحطة أسلحة عن بعد كما أنها تكشف العبوات الناسفة وتتخلص منها وتمتلك المركبة تصميما معياريا يمكنها من القيام بمهام مرتعتدة والغرض الرئيسي من Thymes هو الدعم اللوجستي وتوفير إمكانية إعادة إمداد القوات في الخطوط الأمامية للسلاح والمعدات وغير ذلك كما أنها تعمل على دعم وحدات مشاطة عن طريق تقليل الحمل البدني لهذه القوات وتوفير المسافة الآمنة المناسبة لزيادة الحماية وتوفير القدرة على البقاء كما توفر Thymes Compat UGV دعما ناريا مباشرا للقوات المناورة من خلال نظام أسلحة مدمج ذاتي يتم التحكم فيه عن بعد كما أنها توفر دقة عالية عند الاستهداف في مناطق شاسعة سواء أثناء الليل أو النهار ويتم تجهيز المركبة الأرضية المسيرة UGV برشاش خفيف وقذفة قنابل من عيار 40 ميلي متر بالإضافة لمدافع آلية بعيار 30 ميلي متر ونظام صواريخ مضاد للدبابات وتتمتع المركبة المخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة Thymes ISR بقدرات متقدمة لجمع المعلومات الاستخباراتية فالغرض الأساسي من استخدام هذه المركبة هو زيادة الوعي بالبيئة المحيطة وتوفير معلومات استخباراتية والمراقبة والاستطلاع وأمكانية تقييم أي أضرار تحدث في ساحة المعركة ويمكن للنظام أن يعزز بشكل فعال عمل وحدات المشات وحرس الحدود ووكالات إنفاذ القانون التي تعمل على جمع المعلومات الأولية من ساحة المعركة لتقليل الوقت اللازم لردة الفعل من قبل القادة في حالة أي هجوم كما أن Thymes قادرة على إطلاق الذخيرة من مدافع رشاشة أو قذائف صاروخية في عام 2020 أعلنت أستونيا وهولندا رسميا أنهما ستشتريان سبع أنظمة من Thymes UGV بعد أن عملت كلا الدولتين على اختبار النظام بشكل مكثف يبلغ وزن Thymes UGV حوالي 1630 كيلوغرام ويبلغ طول المركبة 240 سنتيمتر وعرضها 200 سنتيمتر ويصل ارتفاعها إلى 115 سنتيمتر بإمكان المركبة حمل 1200 كيلوغرام من الحمولة يبلغ المدى الذي يمكن أن تصل إليه أثناء التحكم بها عن بعد إلى 1.5 كيلو متر وتبلغ سرعتها القصوى 80 كيلو متر في الساعة ومن التطورات التي تمت إضافتها على Thymes هو نظام الأدر والذي تم تقديمه خلال معرض دفاع يورساتوري في باريسا فقد تعاونت إحدى الشركات الرائدة في مجال الأنظمة الأرضية في آسيا لتزويد الشركة الأستونية ميلرم بنظام أدر ويتميز هذا النظام بوجود محطة أسلحات عن بعد لاسلكية التي صنعت شركة أستين نتيكس وقد وضعت لأول مرة على مركبة Thymes التي طورتها شركة ميلرم ومحطة الأسلحة أستين نتيكس التابعة للنظام الأدر RWS أفرت حلا قتاليا ذكيا للثيمس التي من شأنها زيادة القدرة القتالية للجنده وتوفير ميزة واضحة للقوات المقاتلة وتعمل الـ RWS لاسلكيا على توسيع دور مركبات الـ UGV في العمليات التكتكية الحربية ترجمة نانسي قنقر